أقسم الله تبارك وتعالى في القرآن بيوم عرفة قال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قيل اليوم المشهود هو يوم عرفة وفي رواية الإمام الترمذي عن أبيه غرارة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة ومن أعجب وأعظم ما قرأت في هذا الباب وأتيت بالحديثين كاملين من الصحيح حتى أقرأهما على حضراتكم عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمات ومن تجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزغ الملائكة إذن الشيطان في هذا اليوم العظيم حزين وقيل أنه يحث الطراب على رأسه وعلى وجهه كما جاء في الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس بن مردس السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية يوم عرفة بالمغفرة انظروا إلى دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أجيب أني قد غفرت لهم خل الظالم يعني أجاب الله تعالى حبيبه أنه قد غفر لجميع الخلائق ما عدا الظالم فقال فإني آخذ للمظلوم من قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجاب وأجيب إلى ما سأل فقال فضحك رسول الله أو قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الساعة لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه جاء الحديث في صحيح ابن ماجه وأبو يعلى وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده حسن صحيح أو ما قربهما العظيم لا يقسم إلا بعظيم وإذا أقسم العظيم بيوم عرفة فإنه يقسم بيوم عظيم بيوم مشهود يغفر فيه لجميع الخلائق حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تبارك وتعالى أن يأخذ المظلوم من الجنة وأن يغفر الله لمن ظلم لأنه إن كان قد أوقع ظلما على العبادي فقد أخطأ ولم يكن يتعمد هذا الظلم انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وانظروا إلى عناد إبليس عليه من الله ما يستحق مع أن الله تعالى حذر الأمة في القرآن الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة من وفضلة والله واسع عليم ومع ذلك بعض الناس يتبع خطوات الشيطان والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبع خطوات الشيطان لماذا؟ لهذه العداوة إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبع خطوات الشيطان انظروا إلى هذا التحذير المتعدد والكثير في القرآن ومع ذلك يقع الناس خلف الشيطان في براثن الهوى وفي النهاية وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي مثل هذه المواسم الأيام المعلومات وبعد أيام قليلة الأيام المعدودات كما قرأ الشيخ في سورة البقرة تأتي لتجمع الشمل وتنقي النفس وتشرح الصدر وتبيض القلوب من ظلمات الأخطاء والذنوب والمعاصي فتعيدها إلى أنوار القرآن وإلى أنوار الله عز وجل بالاستغفار والتوبة ولذلك تجد الآيات تركز على الذكر 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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين وختم القارئ الشيخ تلاوته بقول الله تعالى ثم أفضوا من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفر رحيم بعدها فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب طيب بعد أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ما الأمر واذكروا الله في أيام معدودات وقال النبي عن أيام من أيام من أيام أكل وشرب وذكر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفه ما الذي ندعو به قال أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والرواية الأخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في كل الأحوال هو ذكر ودعاء وكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة يا أهل عرفة أسعدكم الله وأرضاكم الله يا من لم تقفوا على عرفة عيشوا مع هؤلاء الذين وقفوا على جبل عرفات يلبوا نداء الله ولبوا أنتم نداء ربكم بصيامكم وقيامكم وصدقاتكم فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وميتة السوء تمنع ميتة السوء وهكذا أقبلوا على الله جل وعلا بقلوبكم وبأفهامكم وبعقولكم وأبدانكم في هذا اليوم المبارك وتصدقوا واجبروا بخواطر الناس ترجمة نانسي قنقر